مواقع التواصل الاجتماعي لكل ضجت بالفيديو اللي كانت صرحت فيه مريم فارس تصريح كان اثار الغضب في الجمهور المصري قالت انه في خلال المؤتمر الصحفي امتحها قالت بعد مسئلها واحد من الصحفيين على سبب غيابها عن الحفلات الغنائية في مصر قالت اني كنت نقوم بحفلتين ثلاثة اسبوعيا في مصر لكن بعد الثورة اوقفت كل الحفلات في الوقت هذا كبرت ووليت متطلبتي اكثر وبصراحة ووليت تقيد على مصر وهذه التصريح اللي غشش برشة الجمهور المصرية وبيلشر التطورات باش تحكي لنا عليهم توسنت تحية يعني التصريح هذي كان امس في الكونفيرانس بخيث متاع مريم اللي عمل ضجة كبيرة حتى في الكونفيرانس خاطر فما زملاء من مصر كانوا حاضرين ومعاش بتومش الكلمة حتى ترف قالوا احنا بجاء قالوا لحاتف وجهة خالوا احنا جبنا اكبر الفنانين مش نحيروا في مريم كمين بعد هذي اعتذار قالت راهو انا ما نقصدش الكلمة اللي فهمتوه يمكن كانت مشكلة في اللغة فهمتوني بغالك اما انا نحب مصر ونجيل مصر في اي وقت هي قالت تحكي لغة نعاش اسكو صحيح والاقرب مش صحيح اه واضح المعنى اي ما تنجمش تتأوله برشة اي باش تنقذ الموقف عملت فيديو امس عملت في اعتذار وانا ما نقصدش وراهو يمكن مشكلة في اللغة ما فهمتونيش مي واضح على الاخر الكلم ومفهوم متثور على الاخر فينو في التويتر في الفيسبوك فما هجوم كبير تو على مريم حتى امس في وقت الحفلة فما شكون من الجمهور معنا فهم شعارات خارجة حتى من وسط الجمهور متاع موازين على مريم اه سينو كانت بلا زاده امس محمد صبري عمل قضية مستعجلة باش يمنعوا مريم باش مدخلش المصر زاده هم وما فهن حينك اي وش هسبوان هم و الله عليك اصبوان يجريم وش هاملو حاجة كيف نكي هم على الهناي ممحل حتى على فنانين هم هما شيريين ولا اصالة ديما فيسع فيسع اي كلمة يعمل لها قضية اي قضيه كانوا نجموا لفتنوا قطعوها تولي ما معاش دي وحدت في مروحها يزي تم رفع قضية وفاية اليوم مستعجلة وبيش يمنحوا مريان فارس من دخول مصر مواطن تب وحنا فهمها اي جديد ان شاء الله تنقل لكم